عيدي الحلم شوي شوي ركزي معك في عندنا ثلاث خرفان أحتراهم أو لا يشوفه في الحلم لا اشتراهم كان من الفدرس يشتري ثلاث خرفان حالو في عندنا أختة في الحلم و في عندنا ثاني isp واحظا ؟ اااااااااااااا ایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 지나ِعلى اخوز بنkun él اناه علي منا ج Brus kh apologized أن أبوه توفى صاروا أربع صح ولا أم تمام صح يخبروا أنه بعيد الشر أبوه توفى أبوه توفى في الواقع ولا حيث؟ لا متوفى من سنين الله يرحمه درما تروحها جنة إن شاء الله يا رب في جانبه وبعدين شو صار عساس أنه هو يقولهم أبوه متوفى وصاروا يعايتوا ويبكوا أن أبوه متوفى ما شفوه يعني زوجي صار يقول أنا ما شفته ما شفته وعساس هذا اليوم قال لي كان يوم عرفة يعني اليوم اللي قبل صار إخوانا يقولوا كيف إحنا رح نتبح وأبونا توفى حلو وبعدين وبعدين خلاص قام من حلم مفزوع يعني كيف علاقتك إخوانا في طواتب قويسة لكن مش مع الكل صار خلاف على الوقت بعد ما توفى والدي لا 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 عند خلاف ما أخوف بس من وقت كلميني فيك أنا من ليبيا رقم أربع مش تناسق مع الحلم المفروض أن الحلم يكون في خرفان ثلاثة أنت كم أولاد وبنت عندك؟ أنا عندي خمس أولاد وحامل ما شاء الله كم باقي الحامل للولادة؟ شهرين ونص تقريبا ثلاثة طيب كيف شو عمل لوجيش عمل حر شو يشتغل؟ يشتغل التاجر يعني خضار وفاكها وهيكي والدت كيف علاقة فيها؟ لا والدت متوفية لها 8 سنوات لا حب أخب الإخواني اللي في الحلم ما في بينهم خلافات ولا شيء؟ لا في واحد في الحلم بينه وبينه مشكلة في واصل عن القضية ومحكمة وهيكي شو هو؟ نضع على باعة أرض يعني مش ورث يعني بس أرض تجارة؟ هم فيها شراكة؟ ايه شراكة فيها يعني باعتين بيتان بيت إله وبيت إله ومن الحق عليه أخوه؟ أخوه أخوه اشتكى على أخوه الإسلامية أنت؟ أخوه اللي اشتكى عليه ايه أخوه بس هو كان يعني مقصر معه؟ غلطان معه؟ لا لا بالعكس ما كانش زوجي مقصر معه ولا في أي شيء بس أخوه علي ديوم وحب يبيع البيت وحاب إنه هو ياخد أكتر من حقه خبري زوجك الموروه رح يكبر وياخد باله لأن الموضوع ما هيكون فقط محاكمة ويتجنب باله شو رح يكبر؟ ما أدري ما أدري فيه حد حيرتك في تصربة مهم شيء أو ترمد والس واضح؟ واضح واضح فالثلاث خرفان هنا اللي هم الأخوان الثانيين اللي هم الثلاثة اللي هم ما رح يتدخلوا أو مش حابين يتدخل أو يجنبوا تدخل هذا واحد وقد يدول الثلاث خرفان هنا على ربما خسائر أو أضرار يعني رح يوفرها زوجك لو تجنب القلاف القوي مع هذا الأخ أخوان الثلاثة مننا ولا أكبر مننا؟ لا أكبر مننا عصبي معروف أنه عصبي؟ أه شوية هو المفروض والأفضل أن توجك يتكلم معك هو مش موضوع عندكم الوسف لما يرجع الوسف دورة على وصف ياد العجوعة ويبعثي يقول لي أنا زوج بقفل حلمة الثلاثة لما أتنم لأنه في مشكلة راح تكبر عن تطلع عن السيطرة بكثير خلاص المشكلة هذه ماشي ولن يفسر لكم خلم آخر هو هذا الخلم يبعث وينتظر لما نتواصل معه في بعض الناس اللي ما حاوله ألخاص يحرد في الخلاف واحد لا أنا ألخاص تبعث الرسالة أنتظر لما نتواصل معك فإن أسكتا وينتظر لما نتواصل معك ماشي رأتي طمام بارك لونتفيكي دكتوري شكرا شكرا